شيء آخر هذا الخلاص بالنعمة والنعمة هي عطية مجانية هي هبة من الله تظهر محبته تظهر مراحمه تظهر شفقته تظهر قلبه المحب إنه هذه النعمة هي عطية مجانية بصراحة لا نستحقها ولا بنستهلها ومهما اشتغلنا مش رح نوصلها ولكن هذه مقدم كعطية من الله ثم هذا الخلاص بالإيمان بعمل يسوع المسيح الكامل على الصليب هو اللي عمل العمل حتى أنتو أنا نخلص ثم هذا الخلاص هو بدم يسوع المسيح الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه الذي فيه لنا الفداء ثم هذا الخلاص أحبائي هو بقوة الإنجيل مولودين بكلمة الحق بقوة الإنجيل كما قال رسول بولوس في كورنتوس الأولى خمسة عشر أعرفكم بالإنجيل يعني الأخبار الصارة المفرحة أعرفكم بالإنجيل الذي به أيضا تخلصون طيب شو هو الإنجيل بكل بساطة سيرة حياة يسوع المسيح أن يسوع فعلا جاء وأنه مات حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وأنه ظهر للتلاميذ هذا ما تؤمن به الكنيسة المسيحية بقوة الإنجيل مكتوب أنا أبطل الموت وأنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل ثم هذا الخلاص أحبائي بالرب وليس بالإنسان لأنه مثل ما مكتوب باطل هو خلاص الإنسان مزمور ستين آية إحدى عشر ثم هذا الخلاص هو خلاص أبدي يعني مش مؤقت خلاص أبدي ثم مكتوب أحباء نعمة الله المخلصة لجميع الناس فعلا ظهرت لكي يفدينا من كل إثم تيتوس الإصحاح الثاني وهذا الخلاص ليس بالأعمال مكتوب لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس جاء المسيح فاديا جاء المسيح مخلصا جاء المسيح كفارة هذه الكفارة غير محدودة والمسيح هو غير محدود لأنه ببساطة لأنه هو الله جاء ليخلص العالم كله يهوى يخلص بالعهد القديم يدعى اسمه يشوع مشيع لأنه يخلص شعبه من خطيهم ويفديهم من كل إثم ويحررهم من كل عبدية يحررهم من لعنة النموس ويقدم خلاصا أبديا كاملا إلى هذا التمام هذا ما فعله الرب يسوع المسيح